لعبه عشر مباريات لعبه تسع مباريات لعبه سبعة لعبه ستة لعبه خمسة لعبه حضرتك هم لعبه مباراتين بس وما كانوش على أستاذ القاهرة فجماعة يعني الحقيقة الواحد بيشوف أخبار غريبة جدا بتطلع احنا عارفين مصادرها ايه وبتطلع من ايه بس انا الخبر ده استفزني جدا حبيت بس ان انا اتكلم عنه انه برضه اعتقد وجودك دلوقتي في نادي النصر شيء جيد جدا وتطور في رحلتك خلال الفترة السابقة من قطاع الناشئين في النادي الاهلي وبعد كده روحت مسكت نادي وبعد كده نادي النصر من الفرق اللي دايما بتبقى قريبة من الصعود للدوري الدرجة الاولى مع كابتن ناسر أدوان كمدير فني وحضرتك كمدرب عام طبعا شرف لايه اللي انا موجود في نادي الناصر كابتن يمكن زي ما حضرتك قلت انا كان بالي يعني خمس سنين في النادي الاهلي في قطاع الناشئين خدت خبرات ومسكت فرق كتيرة وبعدين مسكت نادي الشهداء كمدير فني وبعدين روحت زد مع كابتن سامير كامونس الموسم اللي فات وبعدين الكابتن ياسر أدوان بقى يعني ده أخويك كبير وبحبه جدا وهو بيحبني كدا واشتغلنا مع بعض قبل كده في النادي الاهلي فبصراحة الراجل لما طلب مني ما اقدرش اقول له لأ عشان انا بحبه على المستوى الشخصي فروحت ومسكت الحمد لله مدارب عام مع نادي الناصر بتمنى التوفيق والناس محترمة جدا بشكر الدكتور عامر عب حق رئيس النادي كابتن رحيم مدير الكورة كابتن يوسف محل الأداء كل الجهاز يعني شاعدة نسى حد كابتن ميدو حازم كل المساعدين ناس كمه في الاحترام عندهم هدف واحد وهو الصعود وانتعرف حضراك اللي نادي الناصر لعب قبل كده وصعد في الدور الممتاز مع كابتن سادي دعيد فاتمنى ان شاء الله اللي يبقى موسم ناجح لنا نقدر نعمل حاجة ونخدم نادي الناصر وتكون خطوة كويسة لها في حياتي التدريبية ما هو قادم يعني ان شاء الله وخصوصا كمان لما بتشتغل في جهاز محترم وجهاز كله بيحب بعض وبيقود الجهاز طبعا الكابتن ياسر رضوان من الشخصات المحترمة جدا جدا في مجال الكورة وبيكبر الناس بتوعه كمان فبصراحة الراجل لما أكلمني ما قدرش أقوله لأ حابب يرضو من خلال حضراتك كابتن أشكر كابتن سامير كامونة على الفترة اللي فاتت لنا كنت ماسك معاه برضو في نادي زد مع كابتن وليد صلاح الدين وكابتن هيسم حسين الناس دي بجد ناس محترمة جدا ونجوم وأنا بتشرف وبتعلم سواء كابتن سامير كامونة كابتن ناسر رضوان كل الناس اللي أنا بشتغل معها دي أنا بتعلم منهم كلهم كابتن كبار وكابتني فأتمنى ان شاء الله اللي أنا أكون إضافة لنادي الناصر ونقدر نعمل حاجة السنة دي ونصعد إن شاء الله يا رب إن شاء الله طيب من وجهة نظرك وجود اتنين مديرين فنيين ببرتغال بره على الخط في مباراة بكرة أهلي وزمالك هل ده يؤثر بشكل إيجابي ولا سلبي من وجهة نظرك دي مباراة بينهم دي مباراة خاصة بينهم مليهبوا على فكرة بل كده مباراتين في الدولة البرتغالية هو مرة بفريرة كسب ومرة ريكاردو كسب هو كل واحد عايز بقى ياخد بنت على التاني وكل واحد عايز بقى يبقى في بلده أنا اللي كسبت التاني يعني فاهمة كابتن دي بتبقى منافسة بينهم على فكرة الأجانب عندهم يعني عندهم تحدي كبير جدا اللي ما يعرفش الأجانب فهو برضو بيبقى عايز هناك في وسط أهله وبلده لا أنا اللي تفوقت أنا اللي كسبت فدي مباراة على الخطوط غير المباراة في الملعب جوه لكن إن شاء الله السوارش هو اللي يكسب وهو اللي يحقق البطولة بكرة إن شاء الله فهي مباراة كبيرة والاتنين مدربين كبار والاتنين محظوظين لهم مسكين أكبر ناديين في أفريقيا كمان مزبوط فلا أتمنى إن شاء الله بكرة التوفيه للنادي الأهلي ويقدي مباراة كويسا ويكون المدرب بتاعنا هو التوفيه معايا كمان إن شاء الله طيب أهم سمات الكرة البرتغالية تقعدت فترة مع الكرة البرتغالية سواء مع نادي الأهلي تحديدا في مع مانو الجوزية وكمان في إنجادة وفي إنجادة طبعا في زملك يعني اتمرنت كتير مع البرتغاليين بس هما دايما عندهم الجديد دايما عندهم القضيط بتاع الكرة دايما بيتواروا من نفسهم دايما بيشوفوا إيه الجديد اللي في الكرة ودايما بيعايزين يطبقوا وعايزين ينفزوه دايما غيرين على فرقتهم دايما بيحب اللي هو يكسب في مدربين دايما كابتن بتبقى هامدانة اللي هو يكسب ماتش وتلاقي أربعة يخسر لا هما مش كده البرتغاليين فهو ده كمان اللي مخلي اللي في الدور مصري فيه مدربين كتير برتغاليين نظبوط يعني فاركو عنده برتغالي النهاردة المنتخب جاب مدرب برتغالي فييرا الزمالك فريرا وإمبي وإمبي يوسف فييرا يعني البرتغاليين كتير في مصر فإيه اللي بيخلينا نروح للمدرسة دي اللي هما دايما نكحين فأتمنى إن شاء الله تحس اللي إحنا خلاص بينا أولاد عم يعني إحنا وهم فأتمنى إن شاء الله لهم ربنا يكرمهم كل واحد طبعا في ندي وهما دايما عندهم زي ما بقول حضراتك الأبدت دايما بتعب كورة ودايما بيتوروا من نفسهم ودايما بيحبوا المكسب فهو ده اللي بيفضلهم عن أي مدرسة تانية أو أي بلد تانية بما أنك كلمت عن رؤية فيتوريا هل وجوده بكرة في المباراة إعلانه هو أعلى للنهاردة